اشتركوا في القناة الفارق بين البراءة الرحمانية والبراءة الشيطانية سأنتقل بكم الآن إلى الومضة الخاطفة السادسة لقطات سريعة إنها أحاديثهم وكلماتهم التي تنقل لنا جوانب من ثقافتهم في عقيدة البراءة هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 138 رقم الحديث 162 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يبالي الناصب صلى أم زنى وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية هم يعملون لكن عملهم لا معنى له لا قيمة له مر الحديث في باب النية وفقه النية عند العترة الطاهرة وكيف أن الأعمال لها جوهر وهناك النية الأصل وهناك النية الفر هذه التفاصيل التي مرت إذا أردنا أن نطبقها هنا فإن التطبيق سيأتي منسجما بشكل كامل الصادق يقول صلوات الله عليه لا يبالي الناصب صلى أم زنى على حد سوى لأنه يفتقر إلى الجوهر الذي على أساسه تتشكل حقائق الأعمال لا يبالي الناصب صلى أم زنى وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية هذا هو الجزء السابع والعشرون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة ميتين وخمسة وثلاثين في الحديث الخمسين عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه سواء على من خالف هذا الأمر أي أمر ولاية محمد وآل محمد ولاية علي وآل علي ولاية فاطمة وآل فاطمة ولاية إمام كل زمان في زمانه ولاية الحجة بن الحسن في زماننا هذا الباقر الباقر يقول سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو زنى الأمر هو هو إن كان يتحرك جسدياً في ممارسته الجنسية في الزنى أو كان يتحرك جسدياً في ركوعه وسجوده الأمر هو هو سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو زنى قد يتردد متردد من الشيعة فيقول من أن صلاة شيء ومن أن الزنى شيء فكيف تكون المساواة هذا الكلام ينشأ من جهل بمعرفة أهمية الولاية وقيمتها لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك والسبب هو عدم تحقق البراءة الفكرية عنده فإن فكرة حوزة النجف قد ملأ رأسه بكل القذارات وإن فكرة الأحزاب الشيعية الدينية القطبية قد عشعش في رأسه الباقر يقول سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو زنى في صفحة نفسها الحديث الحادي والخمسون عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى زنى أم سرق إنه في النار إنه في النار إن الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى زنى أم سرق إنه في النار إنه في النار مثل ما قلت لكم إنني أستعرض لقطات سريعة تحدثنا عن جهات عن جنبات من ثقافة العترة في أجواء عقيدة البراءة الفاعلة الحية أعود إلى الكافي وإلى الجزء الثامن من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 139 رقم الحديث 163 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أن غير ولي علي غير ولي علي هو هو الناصبي ولا عنوان آخر سواه لو أن غير ولي علي أتى الفرات أتى نهر الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه أشرف ماءه على جنبيه كان النهر ممتلئا وقد فاض الماء على شاطئي على شاطئي النهر أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخ الذي يزخ زخيخ ماء الفرات يتدافع متدافعاً إنه ماء كثير تتدافع أمواجه يجري جرياناً سريعة كل ذلك يشير إلى نظافته يشير إلى طهارته يشير إلى خلوه من القذر أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخ فتناول بكفه تناول ماء من هذا النهر من نهر الفرات فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله إنه أجر السنن المندوبة والمستحبة وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله ما هي النتيجة كان دماً مسفوحاً أو لحم خنزير نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار الإمام الإمام البدر المنير والسراج الزاهة والنور الصابق والنجم الهادي في غياهب الدجا وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار الإمام الماء العذب على الضمى والدال على الهدى والمنجي من الردى الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغذير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآة الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب هذا الناصبي الذي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخة فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير بالنسبة إليه هل المشكلة في شخصه أبدا المشكلة في عقيدته العقيدة التي في رأسه وفي قلبه هي التي حولت هذا الماء النظيف الطاهرة مع إجراء السنن والمندوبات فقد قال بسم الله قبل أن يشرب وحمد الله بعد أن شرب مع ذلك فإن الإمام الصادق يقول ذلك الماء النظيف الطاهر حين وقع في يده صار دما مسفوحا صار لحم خنزير أنا لا شأن لي بهذا الناصبي إنما جئت بهذه الرواية كي أقول لكم مشكلة هذا الناصبي في عقيدته مشكلة هذا الناصبي في فكره من هنا علينا أن نتدبر في هذه النقطة أن نتدبر في أهمية البراءة الفكرية عقيدته وفكره الضال هو الذي جعله بهذا الحال فمشكلتنا ليست مع شخصه مشكلتنا مع فكره فحينما ينتقل فكره إلينا لأننا لا نمتلك البراءة الفكرية لا نمتلك جهاز المناعة لا نمتلك برنامج الحماية الذاتية فإن القذارة تلك ستصنع بديننا ما صنعت بهذا الناصبي المشكلة هنا وهذا هو الذي فعله بنا مراجع النجا حينما أقول لكم إنني حين أصفهم بهذه الأوصاف السيئة إنني أمدحهم هم أسوأ من ذلك بكثير هكذا فعلوا بنا الذي فعلوه بنا مثل ما تتحدث هذه الرواية هذا أن صبي جاء إلى نهر الفرات الإمام يقول وقد أشرف ماءه على جنبي إلى نهر الفرات إلى نهر عظيم كبير وقد فاض ماءه على جهتي وهو يزخ زخيخا الماء يتدافع فيه فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير والمثال مثال مادي والقذارة المعنوية أسوأ بكثير من القذارة المادية القذارة المادية تنتهي في طوايا هذه الدنيا أما القذارة المعنوية فإننا نأخذها معنا إلى الآخرة هذا هو الذي فعلته بنا حوزة النجا جاءونا بكل قذارات النواصب وأقحموها في رؤوس أجدادنا وآبائنا وانتقلت إلينا بالوراثة هؤلاء دمروا منظومة العقل الشيعي القضية ليست معلومات فقط صارت القضية وراثية تنتقل مع المورثات المشكلة كبيرة هذا هو الذي فعلته النجف بنا و لا زال يصرون على قبحهم هذا فهذا الناصبي الذي جعل ما الفرات بالنسبة له دما مسفوحا أو لحم خنزير الفكر الذي في رأسه وهؤلاء مراجع النجف نقلوا إلينا فكر أشد النواصب نصبا إن كان في التفسير أو كان في العقائد أو كان في الفقه أو كان في الفكر والثقافة أو كان في قراءة التاريخ وفي كل الأمور نقلوا إلينا فكر أشد الناس نصبا وعداء وضحكوا علينا قالوا لنا هذا دين محمد وآل محمد و لا زال يضحكون علينا وحينما يعرض هذا الفكر الفكر الأصيل عبر هذه الشاشة يحاربونه ويقولون لكم هذا فكر منحرث وهم المنحرفون هم الضالون هم النواصب هم البتريون هذا هو الذي فعلوه بنا و لا زال يفعلونه بكم من هنا أقول لكم طهروا عقولكم من قذارات مراجع النجف و كربلا الويل لنا الويل لكم من قذارات مراجع النجف و كربلا هذه هي العواقب و الرواية تحدثت عن جانب مادي فماذا تقولون عن الجانب المعنوي هؤلاء دمروا ديننا دمروا عقيدتنا سود الله وجوههم في الدنيا و الآخرة أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى تذكروها تذكروها وتذكروا ماذا فعل بنا مراجع النجاف منذ زمان الطوس إلى يومنا هذا لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخا فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير فماذا تقولون لمراجعكم الذين جاءونا بتفسير النواصب وقالوا لنا هذا تفسير علي وآل علي ألم يضحكوا علينا ويقول لنا من أن الوائلية هو مدرسة أهل البيت المتنقلة هذا كلام مراجع النجف أو لا والوائلي لا ينقل شيئا في مجالسه وعلى منبره إلا من كتب أنصب النواصب وخصوصا في تفسير القرآن ينقض بيعة الغدير في كل حرف يقوله لقد نقل لنا قذارات النواصب جميعا وأقحمها في رؤوسنا في رؤوس الشيعة وهؤلاء الحقراء مراجع النجف يقولون لنا هذه مكتبة أهل البيت المتنقلة هذه مدرسة أهل البيت المتنقلة ما ترى قذارة تعتب عليه في كتب النواصب إلا وجاء بها الوائلي وألقاها على المنابر في رؤوس الشيعة تريدون أن تعرف الحقائق كاملة عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق هناك مجموعة مفصلة من الحلقات تشتمل على العشرات والعشرات من الوثائق والأدلة التي تنبئكم وتخبركم عن ضلال الوائلي هذا وعن ضلال المراجع الذين يمدحونه ويقدمونه لكم من الأموات أو من الأحياء سود الله وجوههم جميعا أمواتا وأعياء لقد ضللونا والضحك علينا نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن يناديع علمه فمن فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقاع وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته رواية خطيرة وخطيرة جدا أقرأها عليكم من كتاب عقاب الأعمال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الباب الذي عنوانه عقاب الناصبي والجاحدي لأمير المؤمنين والشاك فيه والمنكر له الحديث السادس عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه حديث خطير تدبر فيه كثيرا من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم حديث خطير جدا من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به من لم يعرف فهذا فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به أئمتنا يطالبوننا أن تكون براءتنا الفكرية في أعلى درجاتها لا بد أن نكون مطلعين على كل ما يرتبط بالبراءة الفكرية من قريب أو من بعيد كي نشخص أعداءهم وفي كل المراتب وإلا فإننا سنكون شركاء لأعدائهم أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى تدبروا فيها من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به هذا يرجعنا إلى وجه البراءة هناك الوجه الثابت الذي يرتبط بتأريخنا العقائدي وقد مر الكلام فيه جزء مهم من هذا الكلام يرتبط بتأريخنا العقائدي وذلك يعود إلى الوجه الثابت من وجه عقيدتنا البرائية و جزء من هذا يرتبط بواقعنا المعاصر علينا أن نعرف مدى ظلامة مراجع الشيعة لمحمد و آل محمد و هذا الموضوع قد تكفلت به برامج و بالوثائق و الحقائق و الدقائق عودوا إلى برامج كي تعرفوا لماذا أركز على هذه الموضوعات إنه منطلق عقائدي تلاحظون أن كل شيء تلهمونني عليه هو من أصل عقيدة محمد و آل محمد فما أنتم بشيعة ما أنتم بشيعة ما أنتم بشيعة ولا تملكون عقيدة شيعية ولا تملكون ثقافة شيعية من هنا أقول لكم إذا أردتم أن تكونوا شيعة لمحمد و آل محمد تابعوا برامج قناة القمر أما إذا أردتم أن تكونوا شيعة لمراجع النجف و كربلا فتابعوا القنوات السيستانية القنوات الشرازية وسائر القنوات الأخرى التي تتبع المرجعيات الشيعية المختلفة في النجف و كربلا إمامنا الباقر هكذا يقول من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به فماذا تقولون عن مراجع النجفي الذين ينكرون ظلامتهم ينكرون ظلامة فاطمة و يدافعون عن قاتليها يقولون من أنها ما ضربت من أنها ما قتلت من أنها ما عصرات بين الباب و الجدار هم فقط هددوا بإحراق البيت لا أحرقوا البيت و لا اعتدوا على فاطمة و لا قتلوها أين سيكون موقع هؤلاء المراجع المخذولين الأغبياء بتعبيرنا الشعبي العراقي ذول الطائحين الحظ الطائحين الصبغ ذول الشياب السرابيت السفلة أين سيكون موقعه أتحدث عن الأموات و عن الأحياء فهم يشربون من نفس الآنية القذرة النجسة قبح هم الله و قبح عقائدهم الضالة طبقوا هذه الأحاديث عليهم هذه أحاديث أهل البيت هذه ما هي أحاديثي و لاجئت بها من بيت خالتي أو عمتي هذه كتب حديث العترة الطاهرة هذه كلمات أئمتكم الباقر هو الذي يقول من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نكبنا به فهو الشريك من أتى إلينا فيما ولينا به عرفتم الآن لماذا أصر على البراءة الفكرية تلاحظون أن البراءة هي فكرية أما البراءة العاطفية و العملية و القولية تأتي في حاشية المطلب وهذا هو الذي أقوله دائما الشيعة مخذولون الشيعة أغبياء مشكلتهم في ترتيب الأولويات يتركون الأهم و يذهبون إلى المهم يتركون البراءة الفكرية و يتمسكون بالبراءة العاطفية و البراءة القولية وهذه لا قيمة لها من دون البراءة الفكرية هذه المضامين لا تتحقق إلا بالبراءة الفكرية من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به أنا أكرر هذا الحديث كي يكون حجة عليكم سنقف نلتقي يوم القيامة وسأقول لكم لقد حدثتكم بحديثهم لقد وضعت المصادر بين أيديكم لقد شرحت لكم حديثهم لقد بينت لكم ما يرتبط بهذه الأحاديث في الماضي و في واقعنا اليوم لقد وضعت لكم النقاط على الحروف فماذا تقولون هذه حصتي من العمل أين حصتكم أنتم من العمل أنا لا أدعي أن عملي كامل عملي مشحون بالتقصير والعيوب لكنني بالنتيجة أعمل عملكم أين أنتم ستسألون عن ذلك سيسألكم إمام زمانكم والله سيسألكم نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس هو كل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم الآية التاسعة والسبعون بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران لأجل أن أختصر المطالب سأقرأ ما أحتاج منها فيما يرتبط بحديثي في هذه الحلقة القسم الأول منها الشطر الأول من الآية ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان ما كان الله ليذر ليترك ليبقي المؤمنين على هذا الحال الذي هم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآية تتحدث عن تمييز ما بين الخبيث والطيب والكلام في أجواء المؤمنين لن أطيل وقوفي وسأذهب بكم إلى الجزء الأول من تفسير العياشي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة ميتين واحد وثلاثين رقم الحديث مية وخمسة وسبعين عجلان أبو صالح يقول سمعت أبا عبد الله سمع الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء الإمام يحدثنا عن أن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بولايته سيقوم بعملية تمييز في زمان الغيبة الطويلة في غيبتنا التي نحن نعيش فيها الآن في الغيبة التي نعنونها بالغيبة الكبرى حيث عملية الغربلة ستكون مشددة عملية التمحيص ستكون مؤكدة عملية التنقية والتمييز ما بين الخبيث والطيب ستكون متواترة متواصلة على طول الخط الإمام يقول لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا الرواية لا تتحدث عن نداء يسمع كالروايات التي تخبرنا عن أن ملكا ينزل ليلة الجمعة وينادي لا يسمع أحد من الناس هذا النداء إنما الروايات هذه تريد أن تقول لنا من أن قوانين وأحكام ستجري في مثل هذه الأوقات مضامينها هي هذه يعبر الأئمة عنها بصيغ لأجل أن يوصلها إلى أذهاننا لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء قال قلت أصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء قال كلا إنه يقول في الكتاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عجلان أبو صالح يقول سمعت الصادقة إمامنا جعفر صلوات الله عليه يقول لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزلوا هؤلاء من هؤلاء ويعزلوا هؤلاء من هؤلاء قال قلت أصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء قال كلا إنه يقول في الكتاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب هذا هو الذي سيجري في عصر الغيبة الطويلة عملية تمييز عملية تنقية عملية تمحيص عملية غربلة عملية بلبلة هكذا عبرت أحاديثهم كل ذلك بإشراف وبأمر من إمام زماننا القوانين والمخططات تصدر في ليلة القدر من هنا فإن الأئمة وضعوا لنا برنامجا في شهر رجب وفي شهر شعبان وفي شهر رمضان وضعوا لنا برنامجا لو أننا طبقناه عمليا مثل ما في أدعيتهم وزياراتهم ومثل ما في رواياتهم وضعوا لنا برنامجا لتعميق عقيدة البراءة الفكرية كي نصل إلى ليلة القدر ونحن على براءة فكرية واضحة وفي ليالي القدر أفضل الأعمال طلب المعرفة وإنما تطلب المعرفة السديدة والسليمة ويمكننا أن نصل إليها إذا كانت البراءة الفكرية قد تحققت بمستوى صحيح بحسب ثقافة العثرة الطاهرة في عقولنا حينئذ فإن برنامج إمام زماننا سيجعلنا في الناجحين في كل مراحل التنقية والتمحيص والتصفية والغربلة ميزان النجاح في كل ذلك البراءة 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 الحقة الواعية الصادقة أساسها البراءة الفكرية ويتفرع عليها البراءة العاطفية والعملية والقولية وتذكروا أن نسبة أن نسبة البراءة الفكرية تتجاوز التسعة والتسعين بالمئة من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة أما البراءة العاطفية العاطفية والعملية والقولية هي أقل من واحد بالمئة وكلها تتقوم بالبراءة الفكرية وتذكروا ماذا فعل بنا مراجع النجاح حوزة النجفي منذ أول لحظة وإلى اليوم البراءة الفكرية فيها تحت الصفر وليس في مستوى الصفر تحت الصفر بعيدا تحت الصفر إلى المال نهايات ليس فيها من براءة فكريتة لا يضحكون عليكم مثلا من أن النجف ألف فيها أصحاب العمائم ما ألفوا من الكتب التي يدافع بها عن المذهب الشيعي وما علاقة هذا بالعقيدة السليمة أهم موسوعة ألفت موسوعة الغدير لشيخنا الأميني رحمة الله عليه وأنا لا أريد أن أنقص من فضلها موسوعة الغدير كل ما فيها من كتب النواصب غاية الأمر منها أن نثبت بيعة الغدير للنواصب وهل ثبتت عندهم لا ثبتت ولا هم يعزنون هذا كل ما في كتاب الغدير من أوله إلى آخره لا أريد أن أنقص من فضله أنا أتحدث عن عقيدة العترة من عيونهم الصافية لا أتحدث في هذه الجهات هذه جهات ثانوية هل مشكلتنا أن نثبت للنواصب أن التشيع على هدى أم مشكلتنا أن نعرف عقيدتنا التي ضيعها هؤلاء الغبران في النجاف أين هي مشكلتنا هذا هو الذي أقوله حوزة النجاف مشكلتها البراءة الفكرية فيها تحت الصفر وإلى المال نهايات وهكذا دمرونا دمروا ديننا ودمروا عقائدنا ودمروا دين أجدادنا ودين آبائنا ولا زالت الأجيال القادمة صدقوني أنا أحدثكم عن أسرتي 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 عقيدتها دينها هو دين مراجع النجاف لأنهم لا يستطيعون أن ينسجموا مع هذا الفكر هذا فكر غريب لا أقول أنهم ينكرونه لا يستطيعون أن ينسجموا معه حتى إذا أرادوا أن يتبنوا ينسونه في اللحظة التي يحتاجون إلى موقف عقائدي سيعودون إلى المواقف العقائدية التي تعلموها ويتعلمونها من الواقع الذي يعيشون فيه ما هو الدين يأخذ من ثقافة الأمة لذلك في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج شددت عليكم إذا أردتم أن تخدموا إمام زمانكم فاصنعوا تيارا فكريا عقائديا اجتماعيا هذا هو الذي سينفعنا جميعا وينفع عوائلنا وينفع الأجيال القادمة وإلا ستبقى قمامة النجف هي التي تسيطر على هذا الواقع أمقذوا ما تستطيعون أن تنقذوه من واقع الشيعة بقدر ما تستطيعون مراجع النجف يصرون على إبقاء هذه القمامة لأنهم يريدون أن يحافظوا على سلطتهم الدينية والدنيوية ويريدون أن يورثوا هذه السلطة لأبنائهم ولأحفادهم يريدون أن يجعلوا من الشيعة حميرا وقد جعلوا الشيعة حميرا يريدون أن يبقوا الشيعة حميرا لأولادهم ولأحفادهم ولأصهارهم فلا يريدون أن يغيروا شيئا ستبقى قمامتهم وسيبقى خراؤهم هذا خراؤهم العقائد سيبقى في الواقع الشيعي عليكم أن تنشئوا تيارا فكريا اجتماعيا يحمل هذا الفكر يحمل هذه العقيدة وإلا فالمصير إلى نهاية سوداء المصير إلى نصرة هؤلاء المراجع في حرب صاحب الأمر إن كان في جيلنا هذا أو في الأجيال القادمة فمراجع النجف قد هيئوا أنفسهم ويهيئون لقادم الأيام لحرب صاحب الأمر هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر أنا لا أتحدث عن أنهم هيئوا سلاحا أنا أتحدث أنهم هيئوا عقولا وهيئوا قلوبا وهيئوا عقيدة ضالة ملأوا بها رؤوس الشيعة فصار الشيعة في حالة استعداد كامل لرفض عقيدة صاحب الأمر ولرفض دين صاحب الأمر هذا هو الواقع الذي نحن نعيش فيه عملية الغربلة جارية بإمكانكم أن تنجحوا في عملية الغربلة من خلال التمسك بعقيدة البراءة الفكرية أولا وما يترتب عليها من براءة عاطفية وعملية وقولية لكن الأصل الأصل هو البراءة الفكرية هذا البرنامج يجري بإشراف من إمام زماننا ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء هذا يجري الآن وجرى في الأيام الماضية وسيجري في قادم الأيام إذا أردتم أن تكونوا من الفائزين في هذا العزل سلحوا عقولكم قلوبكم سلحوا دينكم ببرنامج الحماية الذاتية إنها البراءة الفكرية نظف عقولكم من قذارات حوزة النجف وكربلاء بقدر ما تستطيعون نظف عقولكم من قذارات منابر الوائل وأتباعه من خطباء مراجع النجف نظف عقولكم من هذه القذارات هذه هي البراءة الفكرية التي أحدثكم عنها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الخبيث من الطيب في أجواء المؤمنين من هو الخبيث الخبيث الذي امتلأ رأسه بقذارات مراجع النجاف بقذارات سقيفة بني ساعدة من هو الطيب الطيب هو الذي استطاع أن ينظف عقله وقلبه من قذارات مراجع النجف وكربلاء هذا هو الطيب نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفة إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخة فيطلب لنفسه دليلة وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه وَلَنَا نَطَقَتْ الشَّجَرَةِ وَبِعِبَادَتِنَا رقم الحديث مئتين واثنين و تسعين بسنده عن إسماعيل البصري قال سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم قلت نعم قال وَهَلِ الْعَيْشُ إِلَّا هَكَذَا إمامنا يوجهنا أن يكون عيشنا هكذا وهذا هو الذي حدثتكم عنه قبل قليل من صناعة تيار اجتماعي مجتمعي فكري عقائدي يحمل هذا الفكر حتى ينتشر هذا الفكر حتى تستطيع النجاة بأنفسكم وبعوائلكم ألا تبقوا تحت سلطة هؤلاء الضلال لا أتحدث عن سلطة سياسيتين أسسوا حسينياتكم وفقا لهذا الفكر اعقدوا المجالس في بيوتكم وفقا لهذا الفكر واجعلوها 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 علنيتان لا تهاجموا الآخرين لا شأن لكم بالآخرين اطرحوا هذا الفكر اطرحوا هذه العقائت تحدثوا بها علنيا فيما بينكم لماذا تخافون من طرحها ما هذا يجرئ الآخرين عليكم وهم يخططون لإذائكم سأخبركم عن هذا سأخبركم عن هذا في الحلقات القادمة هم يخططون لإذائكم هناك مخطط لإذائكم لماذا تعقدون مجالسكم بالسر انتم لا تفعلون شيئا مخالفا للدين مخالفا للقانون اعلنوا مجالسكم واعلنوا عقيدتكم لا انتم بتنظيم سياسيين ولا انتم تريدون ان تمارس العنف وإذاء الآخرين ولا انتم تريدون ان تخالف القوانين ولا انتم تخالفون الشر هذه عقيدة محمد وآل محمد لماذا تخافون من طرحها لماذا تترددون من التصريح بها الامام هنا يقول لنا هكذا عيش هكذا عيش اسماعيل البصري يقول سمعت ابا عبد الله امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول تقعدون في المكان فتحدثون تتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم قلت نعم قال وهل العيش الا هكذا هذا هو العيش الطبيعي الذي يستطيع الانسان فيه ان يسير في المسار الصحيح وان تنمو العقيدة بوجه الولاية وبوجه البراءة ان تنمو هذه العقيدة في عقله وقلبه بشكل طبيعي لذا الامام يقول وهل العيش الا هكذا لا اريد ان اعلق اكثر من ذلك وانما اقرأ عليكم هذه الرواية الخطيرة اقرأها من الجزء السابع والعشرين من بحار الانوار بسنده نقلها عن شيخنا الصدوق عن سعيد ابن ابي سعيد قال سمعت ابا الحسن سمعت امامنا الكاظم سمعت ابا الحسن يقول ان الله عز وجل في كل وقت صلاة يصل يسأل يسأل الامام الكاظم قال قلت جعلت في داك ولمه قال بجحودهم حقنا وتكذيبهم ايانا انا اسألكم انتم حينما تعتقدون ان ذكر علي في التشهد الوسط والاخير يبطل الصلاة اليس هذا جحودا لحق علي صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة التي هو يقول عنها انا صلاة المؤمنين وصيامهم لماذا تلعنون انفسكم الله يلعنكم لستم انتم الذين تلعنون انفسكم الله يلعنكم ولكن بنفس صلاتكم الا لعنة على كل صلاة خلية من ذكر علي بعنوان الواجب القطعي في تشهدها الوسط والاخير الا لعنة على كل صلاة تخلو من ذكر علي بهذا العنوان الا لعنة على كل فتوى صدرت من مراجع النجفي الحقراء الناصبين والغاطسين في قذارات النواصب التي افتو على اساسها من ان ذكر علي بعنوان الواجب القطعي في التشهد الوسط والاخير يبطل الصلاة الا لعنة على كل صلاة هكذا الا لعنة على كل فتوى هكذا الا لعنة على كل منهج استنباط يوصل الى هذه النتيجة هذا كلام امامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه ان الله عز وجل في كل وقت صلاة يصلها هذا الخلق الامام ما قال من انهم من غير شيعتنا تحدث عن الخلق والشيعة من جملتهم فاذا كانت الشيعة جاحدة لحق محمد وآل محمد فهي ستلعن في صلاتها ايضا فالامام تحدث عن الخلق عموما وجعل سبب اللعنة جهود حقهم وهذا ما تفعله الشيعة في صلاتها حتى ما يذكرونه في الاذان والاقامة من ان ذكر علي في الاذان والاقامة ليس بنحو الجزئية ومن ان ذكر علي في الاذان والاقامة ما هو من اصل الاذان والاقامة هو هذا ايضا جحود لحق علي وهذا استهزاء وسخرية بحقه سود الله وجوهكم انتم الذين تقولون اننا شيعة لعلي وهكذا تتعاملون مع علي فابشروا بلعنة من الله في اوقات صلاتكم ابشروا بهذه اللعنة هذا يعني ان اجدادنا وان اباءنا قد شبعوا من اللعن في اوقات صلواتهم كل ذلك بفضل مراجع النجف سود الله وجوه اذا كم من اللعنات تنزل على هؤلاء من قبل الله سبحانه وتعالى الكاظم هو الذي يقول ان الله عز وجل في كل وقت صلاة يصلها هذا الخلق يلعنهم قال قلت جعلت في ذاك ولم قال بجحودهم حقنا وتكذيبهم ايانا ماذا تقولون بعد كل هذه التفاصيل وقت الحلقة صار طويلة لكنني ساختم حديثي بهذه الرواية من دون تعليق طويل عليها لن اعلق على الرواية التي اقرأها عليكم من تفسير امامنا الحسن العسكري انها الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية صفحة 29 الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وآله امامنا الحسن العسكري يحدثنا عن جده سيد الكائنات يقول امامنا العسكري قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض اصحابه ذات يوم يا عبد الله احب في الله وابغض في الله الحب في الله والبغض في الله هو اساس الدين نبينا يقول لبعض اصحابه كما يحدثنا امامنا الحسن العسكري يا عبد الله احب في الله وابغض في الله ووالي في الله وعادي في الله تلاحظون ايضا فان النبي صلى الله عليه وآله قدم الولاية على البراء وربما من خلال بقية التفاصيل فان الحديث قد يكون بعد بيعة الغدير ربما 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 يا عبد الله احب في الله وابغض في الله ووالي في الله وعادي في الله فانه لا تنال ولاية الله تعالى الا بذلك ولا يجد بكل صلاة بكل صلاة صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت مواخات الناس يومكم هذا اكثرها في الدنيا عليها يتوادون وعليها يتباغضون صار والحب والبغض ليس على اساس العقيدة بمحمد وآل محمد وانما على اساس الدنيا وعلاقاتها الاجتماعية ومصالحها وقد صارت مواخات الناس يومكم هذا اكثرها في الدنيا عليها يتوادون وعليها يتباغضون وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا ماذا نقرأ في كمال الدين وتمام النعمة هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الرواية طويلة لسعد الأشعري ذهب إلى سامراء والتقى بصاحب الأمر أيام أبيه العسكري وسأله أسئلة وأجاب الإمام من جملة ما سأل سعد الأشعري سأل الإمام عن المعنى الذي جاء في سورة طه فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس فيما يرتبط ب قصة موسى النبي فاخلع نعليك فماذا قال إمام زماننا إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا رب إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عم من سواك وكان موسى شديد الحب لأهله لأسرته لعائلته لزوجته وذريته ولأقربائه وكان شديد الحب لأهله فقال الله تعالى أخلعنا عليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة أينزع أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سوايا مغسولة الله أمره أن يخلع حب أسرته من قلبه لكنه في الوقت نفسه أمره أن يملأ قلبه بحب محمد وآل محمد فإن محبة الله هي محبتهم فقط محبة الله هي محبة محمد وآل محمد من هنا أمر الله موسى ومن معه أن يسجدوا لمثال محمد وعلي على باب حطة أمرهم أن يسجدوا للمثالين عند باب حطة ومر هذا الكلام علينا أخلع عليك أينزع حب أهلك من قلبك وقد صارت مواخات الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا عليها يتوادون وعليها يتباغضون وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا فقال الرجل يا رسول الله وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله ومن ولي الله حتى واليه ومن عدو الله حتى أعاديه فأشار له رسول الله إلى علي بن أبي طالب اللهم والي من والاه وعادي من عاداه هذه بيعة الغدير نقضوها نقضوها مراجع النجا نقضوها فأشار له رسول الله إلى علي بن أبي طالب فقال أترى هذا قال بلى قال فإن ولي هذا ولي الله فواله وعدو هذا عدو الله فعاده ووالي ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك وعادي وعادي عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك 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 المعنى واحد اخلع نعليك اخلع نعليك اخلع نعليك فقال فقال الرجل يا رسول الله وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله ومن ولي الله حتى واليه ومن عدو الله حتى أعاديه فأشار له رسول الله إلى علي بن أبي طالب فقال أترى هذا قال بلى قال فإن ولي هذا ولي الله فواله وعدو هذا عدو الله فعاده ووالي ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك وعادي عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك الوقت صار طويلا نلتقي غدا لكن